موسيقى يحيي الإيرانيون اليوم ذكرى إعلان الجمهورية الإسلامية التي قامت ضد الدكتاتورية بحسب منفذيها لكن إيران ما زالت تمارسه سياسات دكتاتورية في الداخل والخارج حتى الآن انتهاء الحقبة الدكتاتورية هكذا أعلنت الإذاعة الإيرانية قيام الجمهورية الإسلامية في مثل هذا اليوم عام 1979 كان ذلك بعد عشرة أيام من عودة روح الله الخميني إلى طهران من منفاه في فرنسا بعد الثورة التي أطاحت الشاه لكن المراقب لتاريخ إيران منذ ذلك الوقت يدرك أن دكتاتورية وعنف النظام لم تتوقفا يوما في البلاد أو خارجها فبعد أيام من الثورة ارتكبت القوات الثورية مجازرة بحق العربي في إقليم الأحواز قتل فيها المئات لم يكتفي الخميني بقتل المعارضين له بل انقلب على شركائه في الثورة ونكل بهم قتلا وسجنا أما على الصعيد الخارجي فافتتح الخميني عهده بإشعال حرب مع العراق دامت ثمانية أعوام سقط فيها نحو مليون قتيل من البلدين واستمر نهج النظام الإيراني حتى بعد وفاة الخميني من قمع للحريات والتنكيل بكل صوت معارض في عام 1995 فرضت واشنطن عقوبات وحظرا كاملا على إيران بعد أن اتهمتها بدعم الإرهاب وردت طهران بإعلان استئناف برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم ما أدى إلى فرض عقوبات عليها من الأمم المتحدة لكن إيران لم تكتفي بتحدي القوانين الدولية وإعدام معارضيها وقمع أي مطالبات إصلاحية بل أنها تمادت لتوسع نفوذها في دول أخرى في سياسة عرفت بتصدير الثورة إذ عامدت طهران إلى دعم ميليشيات تابعة لها في لبنان واليمن منذ تسعينيات القرن الماضي ولم يفوت النظام الإيراني فرصة إسقاط الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لنشر ميليشياته في البلاد وتأجيج الصراع الطائفي فيه وأخيرا وصل التدخل الإيراني المباشر إلى سوريا ففي عام 2012 أعلن الجنرال علي جعفري قائد الحرس الثوري إرسال مستشارين إلى سوريا لمواجهة الانتفاضة التي اندلعت ضد الرئيس السوري بشار الأسد وتوغلت إيران أكثر فأكثر في الصراع السوري حتى باتت قواتها الأقوى على الأرض بحسب تقارير دولية كما عملت طهران بشكل ممنهج على التدخل في شؤون الدول الخليجية ودعم خلايا إرهابية في البحرين والكويت والسعودية إضافة إلى تهريب ممنهج للأسلحة لنشر الفوضى والحروب الطائفية ورغم دخول الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى حيز التنفيذ أول العام الحالي استأنفت إيران خرقها للقوانين الدولية بتجارب إطلاق صواريخ باليستية أجرتها الشهر الجاري تصريح المرشد الأعلى علي خامنئي بتلك المناسبة لم يأتي من فراغ فقد أعاد تأكيد السياسة بلاده بشكل واضح من خلال الإعلان بأن مستقبل الجمهورية الإسلامية ليس في المفاوضات بل في الصواريخ قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الظروف لم تتهيأ بعد لحوار يؤدي لنتائج إيجابية مع إيران وأن مثل هذا الحوار يتطلب وجود تغيير في المنهج والسياسة الإيرانية إزاء المنطقة والسعي إلى بناء علاقات على أسس من التعاون والاحترام المتبادل والتكافأ في المصالح واحترام واستقلال سيادة الدول العربية على أراضيها وعدم التدخل بها والكف عن السعي لفرض النفوذ أضاف الوزير المصري في حديث لصحيفة عكاظ السعودية أن مصر قطعت علاقتها مع إيران منذ زمن بعيد ولم تطور الأمور بشكل يدفعها نحو عقد حوار معمق مع طهران وأنه لا مجال حاليا ليطلاقه وحول القوة العربية المشتركة قال الوزير المصري إنه عملا ضخم يتطلب المزيد من التشاور بين كل الشركاء لتحقيق الهدف وهو حماية أمن المنطقة ومواجهة الإرهاب وفيما يتعلق بمناورات رعد الشمال التي قيمت في المملكة العربية السعودية مؤخرا أوضح شكري أنها عكست قدرة هذه الدول واستعدادها لحماية أمنها ومصالحها واستعدادها لأن تصبح قوة ضخمة قادرة على ردع أي اعتداء على الأمن القومي العربي ننضم إلينا من الرياض عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد عبدالله آل زلفة ومن القاهرة رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية في مركز الإهرام للدراسات الأستاذ محمد عباس بداية نبدأ مع الأستاذ محمد عباس أستاذ محمد عباس كيف قرأت تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري في قوله أنه لم تتوفر الآن ولم تتهيأ الظروف لإجراء مثل هذه المحادثات أو نوع من التقارب الدبلوماسي مع إيران إلى الآن في تصوره أنه يعكس محددات الموقف المصري تجاه إيران تحديدا في المنطقة ويعكس قراءة مصرية لمدى تشابك أو للدور الإيراني في الملفات الإقليمية المختلفة واضح جدا أن مصري ما زالت ملتزمة بسوابت معينة تطبط صدف علاقتها مع إيران وهذا ليس جديدا بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية لكن الجديد طبعا هو أنه يعكس مدى قلق مصر من التأثير السلبي للنفوذ أو لمحاولات إيران التمدد والنفوذ والتدخل في الشؤون الداخلية لبعض دول المنطقة وأيضا التأثير السلبي لدور مصر في بعض الملفات لا سيما في سوريا وفي العراق في تصوري أن هناك ثلاثة سوابت رئيسية تحكم الموقف المصري هي احترام المصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الآخر وبالتالي هذا يعكس في المجمل أن مصر ترفض أي تدخل من جانب إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية وبتحديد دول مجلس تعاون الخليجي ترفض محاولات إيران المستمرة لتوجيه تهديدات للدول العربية وأيضا تضع مسألة الأمن القوم العربي وأمن الخليج تحديدا على كمة أولويات جيد دكتور محمد عبدالله الزلفة وزير الخارجية المصري سامح شكري وضع محددات لبدء أي محادثات مع إيران مستقبلا إلى أي درجة تطابق وجهات النظر السعودية المصرية حول هذا الملف وهو ملف الأزمة العربية مع إيران أعتقد من الواضح أن كلام السيد سامح شكري ينطبق تماما مع مواقف المملكة العربية السعودية في محاولات أو عند أي محاولة لمد الجسور وبناء علاقات مع إيران إيران لا زالت بعيدة جدا عن المتطلبات العربية المملكة العربية السعودية موقفها واضح الآن الموقف المصري وعلى الإنسان وزير خارجيتها أعتقد أنه يتفق تماما مع موقف المملكة العربية السعودية ومصر دولة عربية محورية كبرى تأذت من إيران في أكثر من مناسبة ولا زالت إيران تؤثر وتخترق الأمن القومي العربي ومصر معنية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات لحماية الأمن القومي العربي ولذا أنا أتصور أن المسافة لازالت بعيدة بين الدول العربية ممثلة في المملكة العربية السعودية ومصر في أي محاولة من محاولات إيران في مد أو بناء جسور تفاهم بين العرب وإيران جيد سيد محمد الوزير سامح شكري تطرق إلى موضوع القوة العربية المشتركة قال لا خلاف بين مصر والسعودية عليها لكنها في طور الإعداد والتشاور وصولا إلى التطبيق كيف تنظر مصر إلى هذا الموضوع ومتى ممكن أن يرى هذا المشروع النور في تصوري أن مصر تنظر إليه على أنها أولا تعبير عن منح الأولوية لقضية الأمن القومي العربي خصوصا أن الدول العربية دول مجلس تعاون الخليجي وأيضا مصر تواجه تهديدات كثيرة في الفترة الحالية ربما تهديدات غير نمطية في تصوري أن أيضا مصر تنظر إليه على أنها آلية مهمة لمحاربة الإرهاب الآن الإرهاب يمثل تهديدا مباشرا لأمن ومصالح مصر وأيضا أمن ومصالح دول مجلس التعاون الخليجي وفي تصوري أن مصر تعتبر أن القوى العربية المشتركة هي أداة مهمة لمواجهة هذا التهديد الإرهابي الذي يقترب من حدود هذه الدول في الفترة الحالية في تصوري أنه ربما كما قال الوزير أنا أعتقد أن المسألة محتاجة إلى مزيد من الوقت وربما مزيد من التشاول للدول العربية من أجل تقريب وجهات النظر حول أليات عمل هذه القوة هيكلية هذه القوة الأهداف الأساسية التي ستتحرك من أجلها وأعتقد أن هناك محاور كثيرة للتقارب في الرؤى بين مصر ودول مجلس التعاون وخصوصا السعودية فيما تعلق بأليات مواجهة الإرهاب وهذا التضح بشكل كبير في مشاركة مصر بدرجة رئيسية في مناورات رعد الشمال في السعودية وكانت المناورات ومشاركة هذه الدول العربية وبعض الدول الأخرى فيها إشارة لأنها لن تتسامح مع أي تهديد موجه لأمنها ومصالحها سواء من جانب تنظمات أدحق أو حتى من جانب دول وأعتقد أن ذلك معناه أن هناك تقارب في وجهات النظر بين الأطراف الرئيسية في الدول العربية حول أليات مواجهة الإرهاب جيد دكتور محمد الزلفة أين يقع موقع القوة العربية المشتركة بالنسبة للسعودية هناك مبادرات كثيرة كان هناك التحالف العربي الآن هناك التحالف الإسلامي أين يقع الحديث عن القوة العربية المشتركة نعتقد أن القوة العربية المشتركة بدأت تفكير والحديث عنها انطلقت من مصر العربية على لسان الرئيس السيسي ومن ثم ترجم هذا العمل أو هذا التوجه إلى عمل من خلال التحالف العربي الذي ترجم عمليا في التصدي للوجود الإيراني في جنوب الجزيرة العربية وتدقلها في اليمن ثم لدينا مشكلة كبرى مع الإرهاب لا تنتهي وإيران بمقولة العالم كله على رأس المتحدة الأمريكية إنها الدولة الأولى في المنطقة إن لم تكن هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تأوي الإرهاب وتدعم الإرهاب والهدف لإيران هو اختراق الأمن القومي العربي بدليل أن إيران تمرح وتسرح في كثير من الدول العربية ويتفاخر القادة الإيرانيون بأنهم استولوا على أربع عواصم عربية وكأنهم يقولون الباقية في الطريق إذن هذا الإرهاب أو هذا التهديد للأمن القومي العربي الممثل والذي تقوم عليه إيران أعتقد أنه لا بد أن يواجه بقوة عربية وبقوة إسلامية وتجلت في هذا التحالف العربي الإسلامي الذي نجده ما من دولة عربية وإسلامية إلا وتشكو من التدخل الإيراني والعبث الإيراني في أمن هذه الدول من منطلق عقيدة ثورة إيران أو ما يسمى بها الثورة تستير الفوضى إلى المناطق المختلفة أو البلدات المختلفة ولذلك إيران أصبحت في مأزك أمام التحالف العربي وأمام التحالف العربي الإسلامي الذي يطوّق إيران ويفقدها قدراتها ولكن دكتور محمد هذه القوة العربية المشتركة التي طرحتها مصر متى سترى النور؟ فتصونا عندما يتم التوافق كنت قد سألت الدكتور محمد وسأعود إليك بالسؤال أنا أعتقد أن رؤية النور لهذه القوات المشتركة أعتقد أنها بدأت من حيث التحالف العربي في اليمن وتحقيق أهدافها بشكل واضح ثم أيضا التحالف العربي الإسلامي وتجلى في رعد الشمال ذلك الحشد العسكري الكبير الذي لا نريد به ولا يراد به أن يغزو دولة أو يغزو إيران ولكن منع إيران أو غير إيران من التغول في المنطقة العربية وأن المنطقة العربية لم تعد ساحة مفتوحة لإيران كما تعودت أو كما اعتقدت حينما مارست كل ما تمارسه من إرهاب على مدى العقدين الماضيين الصورة اختلفت القوة موجودة التنسيق موجود المقر الدائم لهذه القوة والتحالف أصبح موجود في الرياضة رؤساء الأركان اجتمعوا الأسبوع الماضي مهدوا لاجتماع وزراء الدفاع في هذه الدول ولذلك الأمر أصبح محسوما طيب أستاذ محمد عباس اليوم تشهد طبعا إيران ذكرى سنوية لتحقيق الثورة الإسلامية في إيران عام 79 تحت هذه الظروف ما هي الإجراءات أو متى ستقبل إيران بتحقيق محادثات سياسية تؤدي إلى السلام مع الدول العربية عندما تشعر أن هناك موقف عربي موحد للأسف إلى الآن لا يوجد موقف عربي موحد نحن ممكن أن نتحدث عن مواقف عربية متعددة وأحيانا متنقضة في بعض الأحيان وهذا لحظة حتى في قرارات مجلس الوزراء العربي فيما تعلق بتنظيم حزب الله على سبيل المثال كانت هناك دول تحفظت على هذا القرار وهذا معناه أنه لا يوجد موقف عربي موحد في حالة أن تكون هناك مواقف عربي موحد ضد تهديدات إيران ضد تدخلات إيران في شؤون الداخلية للدول العربية ضد أي محاولة لإقامة علاقات مع فعالين من غير الدول داخل أو ميليشيات محلية داخل هذه الدول في تصوري أن إيران في هذه اللحظة ستجد أنها أمام تكتل عربي موحد ضدها وبالتالي هذا سيفرد عليها ضغوطة في تصوري أن إيران دائما كانت معتادة أو تعتاد على أن يكون لديها أو تمسك بزمام المبادرة لكن عندما حدث مثلا على سبيل المسأل التوتر بين إيران والمملكة العربية السعودية في بداية هذا العام كانت المبادرة بيد الدول العربية وبداية دول مجلس التعاون الخليجي وكان هذا بداية موقف هجومي ضد محاولات إيران التدخل في الشؤون الداخلية ضد ردود الفعل والاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد في هذه اللحظة كانت هناك مواقف عربية جيدة في التعامل مع هذه المواقف الإيرانية التدخلية من جانب إيران يمكن التعويل على هذه السياسة الهكومية الجديدة التي استعادت زمام المبادرة وبدأت في فرض ضغوط على إيران من أجل بلوارة موقف عربي موحد ضد تدخلات إيران في الشؤون الداخلية في هذه اللحظة أعتقد أن إيران ستبدأ في تغيير موقفها من الدول العربية أستاذ محمد عباس أريد أن أسألك أنت وصلت إلى العلاقات العربية العربية وإلى أي مدى سيكون هناك تعاون وتوافق عربي عربي أريد أن أسألك طبعا الوزير الخارجي المصري تطرق إلى زيارة العاهل السعودي إلى مصر وقال أنها لم تلغى هذه الزيارة بل أنها في طورة الاستعداد حتى تخرج بشكل مشرف ما أهمية هذه الزيارة وماذا ستضيف في تصور أنها تكتسب أهمية كبيرة جدا أولا أنها أول زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة منذ توليه الحكم في المملكة العربية السعودية ثانيا أنها تأتي في وقت أعتقد أنه في حاجة لإبراز أن هناك توافق مصري سعودي تجاه تهديدات المشتركة التي تواجه كل من القاهرة والرياض على عكس ما تروج إليه اتجاهات عديدة من أنه هناك ربما حاول للخلاف أو غيرها لكن في تصور عن هذه الزيارة ستعكس مدى عمك العلاقة بين مصر والسعودية مدى التفاهم بين الرياض والقاهرة حول التعاون مع الملفات الإقليمية المختلفة الزيارة سبقها أعتقد إجراءات وخطوات من جانب الطرفين وأيضا سيعاقبها إجراءات وخطوات لتأكيد عمك هذه العلاقات على سبيل المثال كانت هناك مشاركة مصرية بارزة في مناورات راعد الشمال وأيضا هناك مشاركة مصرية حتى في التحالف العربي في اليمن وفي التحالف الإسلام الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية كل ذلك يؤكد أن الرياض والقاهرة ستستغل الزيارة لتأكيد أن الاتجاهات التي تتحدث وتركز على وجود خلافات بين الطرفين تبالغ ولا تتعاطى ولا تتسامع مع المعطيات الموجودة على الأرض جيد دكتور محمد الزلفة ما الذي سيطرح في زيارة الملك سلمان إلى مصر وأيضا كيف تنظر لها السعودية بكل تأكيد العلاقات المصرية السعودية تشكل الأهمية القصوى للتوحد العربي الذي يقول لك محمد عباس من القاهرة بأنه غير موجود أعتقد أن التوحد العربي موجود من خلال ما حدث إجماع عربي على اعتبار حزب الله منظمة إرهابية هناك إذا كانت هناك لبنان والعراق فهذا لا يشكلون إلى كبير التوحد العربي أو الرأي العربي النظام السوري نظام فاقد الشرعية البقية من الأنظمة الدول العربية كلها متوحدة على محاربة الإرهاب على محاربة أي تدخل في الشؤون العربية الآن كلهم حلفاء في التحالف العربي وفي التحالف العربي الإسلامي ليس هناك دولة عربية مستثناء إذا استثنينا لبنان والعراق والسوري نظام فاقد الشرعية ولذلك التوحد العربي موجود زيارة الملك سلمان إلى مصر تمثل هذه اللحمة العربية القوية التي يبنى عليها لمستقبل عربي جديد وإشراقت فجر عربي جديد بالتصدي لكل محاولات كثيرة ما عبثت بأمننا القوم العربي لا محاولات لأولئك بعد اليوم أي إن كان القوى الإقليمية للأسف يعني لدينا ثلاث قوى إقليمية يحاولوا أن يستغلوا الظروف السيئة في العالم العربي سواء إيران تركيا إسرائيل ولكن العالم العربي لن يبقى ساحة مفتوحة لكل من يريد أن يعبث به بعد اليوم طيب أستاذ محمد عباس هذه العلاقة السعودية المصرية والتي تنطلق إلى مجمل الدول العربية كيف ستؤثر على قضايا مهمة عالقة في الوطن العربي وهمها قضية الأرهاب في تصوري لا بد أن نلاحظ أن المملكة العربية السعودية ومصر هما من أبرز وأهم الدول العربية التي تقود أصلا محور العلاقات أو الموقف العربي بشكل عام يعني إذا قلت أن هناك لا يوجد موقف عربي فأنا كنت أتحدث في الأساس عن الموقف عربي تجاه إيران لا يوجد موقف عربي موحد تجاه إيران لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد توافقات عربية هناك توافقات عربية الأبرز منها هو أن هناك توافقات بين مصر ودول مجلس تعاون الخليجي خصوصا مصر والسعودية وأيضا مصر ودولة الأمارات العربية المتحدة وغيرها خصوصا حول الموقف من الإرهاب هناك اهتمام هناك نوع من التحرك السريع من جانب هذه الدول من أجل تشكيل موقف عربي بل ورد أولا هناك موقف عربي أيضا بل ورد آليات عربية متفق عليها لمواجهة الإيران سواء فيما تعلق بالتحالف العربي أو حتى القوى العربية المشترك شكرك أنا معي من القاهرة رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية في مركز الأهرام للدراسات أستاذ محمد عباس ومن الرياض عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد عبدالله آل زلفة شكرا لكم اشتركوا في القناة